هذا الضوء الأحمر في هذا الحي البيروتي يكاد لا ينطفئ ليلة نهار فبقاؤه مضاء يعني أن اشتراك المولدات الخاصة يعمل ويوزع الكهرباء على المشتركين في ظل غياب تام للطيار الكهربائي الرسمي الذي توفره شركة كهرباء لبنان وهذا حال معظم أحياء العاصمة وشوارعها يدير علي حمود مولدا خاصا للكهرباء في شارع الحمرة ويقول إنه يشتري المازوت من السوق السوداء لتشغيله حتى بات مضطرا لتقنين ساعات التغذية بسبب عدم قدرة المولد على احتمال الضغط الشديد عليه ليل النهار عم تنقطع يعني مطار بدي اضطر رايحه يعني إذا بدي رايح بالنهار المحلات عم يصير عنده مشكلة إذا بريح بالليل البيوت كمان عم يعانوا من مشكلة بالإضافة إنه أنا عم بتكلم بسعر مزوت عالي بتشتري سوداء الانقطاع المتواصل للكهرباء الذي تنتجه شركة كهرباء لبنان والذي يصل إلى حدود العشرين ساعة يوميا شكل ضغطا كبيرا على المولدات الخاصة فبات المواطن يعيش بين المترقة والسندان لتتضاعف فاترته في ظل الأزمة الحادة التقنين في كهرباء الدولة أو اشتراك المولدات الخاصة عبارة يرددها اللبنانيون يوميا بعدما قبضت العتمة على حياتهم ويومياتهم وباتوا تحت رحمتها فالتيار الكهربائي شبه غائب بفعل الأزمة التي ضربت البلاد وبسبب سنوات من سوء الإدارة والهدر والفساد وفي هذه المصبغة يعمل محمود وزوجته بثينا في ظل ظروف استثنائية التقنين الحاد للكهرباء راكم من معاناتهما في العمل وفي البيت على حد سواء إذا بتيجي ساعة بنهار وساعة عشية للكهرباء أنا ما راح لحق شي لشغلي فاضطرت أنا عبر لك مثل قلت لك أنه عبر بشترك بالمولدات تيجي الكهرباء طفة علل ديجونتير أكوي وطف المكوية تاك الديجونتير يعني هيدا مش بلد أنا من وراء الكهرباء بتروحك وتيجي بيجي الموتير فجأة عم تنتزع مكاناتي وهالساعة اللي بيعطوك إياها ما بتجي مظبوطة الكهرباء يعني انتزعت عندي هالمكوية تلافتني مليون ونوص ومن الجو تبدو العاصمة بيروت غارقة في عتمتها حيث كشر الظلام عن أنيابه في كل حي وشارع لتبقى الحلول مؤقتة ومشتزأة ولا ترتكز على سياسات واضحة خصوصا في زمن الإفلاس والانهيار سلمان العنداري سكاينيوز عربية بيروت